موسيقى الفكرة في الشغل ده ان كل الصور دي من الفيسبوك انه هو ان انا باخد الصور بتاعت الناس اللي على الفيسبوك وابدا انا امسخ فيها يعني اخد ناس السلفي والصور الشخصية يعني هو ده جزء من ان انا ما بنزلش كتير ما بصورش في الشرع فده اثر علي ان انا ابدأ ابص على الصور اللي في الصفحات الفكرة اصلا جات لي ان انا كنت بعمل مونو برنت بتبارسم على الازاز وبعد كده باخد منه نسخ على الورقة طباعة فانا كنت اعجبني احساس الفرشة على الازازة فلقيت البلاستيك هو يعني هو ده الحاجة القريبة من الازاز في نفس احساس الازاز والازاز في المونو برنت كنت بحط سطح الازازة وعليه الفوتوغرافيا وارسم واخد نسخة هو ده نفس اللي انا بعمله هنا الشغل ده هو يعني هو ممكن يكون تطور لاخر معرضين معرض الاولان اللي هو بتاع اصاحبي ان انا حاولت في الاصاحبي ده ان انا ابعد شوية عن الفوتوغرافيا وارسم يعني رسم يعني رسم رسم وهنا ده موجود وخدت برضوا المعرض بتاع الليع بالاطفال اللي هو فبرة بالبلاستيك انه اناify فهو ده نتاج مقارنة معرضين وهو انا داumen طول الوقت بحاول ان اعمل اغاير شوية في الشوق بس لازم يكون فيه لها حاجة لها علاقة بروحي او لها حاجة علاقة بالمعارض اللي قبل كده عشان هي مش يعني هي الفكرة كلها في ان الواحد مهموم بحاجة وبيبدأ طول الوقت بيبدأ يغير فيها يعني انا مهموم بالبنى قدمين اكتر بالانسان هنلاقي المعارض اللي فات كانوا البنى قدمين كانوا لعب اللي قبليه كانوا اصاحبي اللي هما كانوا التشخيص الناس اللي هما بيعودوا يتريقوا على الناس على الفيسبوك قبليها كانوا موظفين كانوا ناس اجانب كانوا حشرات امتعيالي هنا هما في حالة المسخ دي حاجات اللي قبل كده كانت معظم حاجات اللي علاقة بالواقع المجتمع اوي انا عشان باشتغل على يعني اكتر شغل اللي هي علاقة بالسياسة والسخرية في السياسة يعني فكان لازم ان انا لما اجي اعمل حاجة تانية برضو هيبقى فيها سخرية فكل معرض بعمله نهاية الشغل بيبقى فيه بداية شغل جديد بيبقى مهم بالنسبة لي ان انا اخد قراءة جمهوره ازاي واقول لهم ده لانا بفكر ان انا اطوره كده فده بيبقى كويس هو برضو ما بيبقاش مختلف عن الشغل بتاع المعرض لانه برضو هو جزء من التطور بتاعه لما بصيت عن الشغل لقيت انه هو الشغل عبارة عن مرحلتين مرحلة اللي هي الرسم الحر اللي هي السكشيات ومرحلة اللي هي تباعة الفوتوغرافيا فكت حاسس ان انا كنت تايه بين الاتنين فبس فعالت اجرب كتير قوي ان انا عاوز اوصل ايه الحاجة اللي بين الاتنين دول لعبت في المنظور بتاع الصورة ان انا لما لعبت في المنظور بتاع الصورة فالصورة بقت فيها احساس الفوتوغرافيا موجود بس هي مش فوتوغرافيا عشان حصل ستريتشي للصورة والاستريتشي في الصورة ده هو يعني شابه شوية الرسم الحر عشان انا كنت برسم برضو الايد كبيرة والرسم صغيرة يعني كنت بحاول يعني اغير في النسب بتاع الرسم هي مجموعة قليلة جدا هم خمس لوحات الخمس لوحات دول هم من صور الخاصة صور الشخصية ان انا بصورها بالتليفون وبدأت بعد ما طبعت الصور فوتوكوبي ابيا دوسود بدأت جبت عدسة مكبرة فهي جات جات فكرة من العدسة ان انا كنت حتى اجرب كتير كان عجبني او موضوع العدسة انها بتغير في شكل منظور فانا حاولت اوصل لحاجة كده لقيت ان الفوتوشوب ساعدني ان انا ابقى قريب او من فكرة العدسة المكبرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة